معانا عدة قواعد بالفصل الثاني سنتحدث عنها سنبدأ بجزء الأنلس اللي هو عنا صفحة 94 94 سنبدأ شارحين مباشرة سؤال في امتحان الوزارة اللي بدنا نفهمه يا جماعة الخير if و even if و as long و when we provided that هدولة بشقة وعكسهم كلمة أنلس حيث أن أنلس لا تقبل وجود النفي مطلقا ومعناها إذا لم كل هذا الكلام حلو لكن شو معناه كل هذا الكلام حلو لكن شو معناه نركز شوي وننتبه أكثر فأكثر كل هذا الكلام حلو لكن إيش معناه يعني إذا في امتحان الوزارة قالوا لك if rania doesn't study she will fail وَهُنَا عِنَّا الْأَنْلِسِ وَهُنَا عِنَّا الْأَنْلِسِ راح ترسب بدي نفس المعنى أعيده هون إذا لم تدرس سوف ترسب نفس المعنى إذن الأنلس بتأخذ مكان if بنجيب الفاعل لازم يكون نازل أنلس رانيا هالساعي في عنا نفي اللي هي doesn't study النفي هذا بده ينفك طب كيف أثكي النفي بكرة أختار الدائرة الصحيحة هيوه إذا عندك don't بتحذفها وبتخلي الفعل زي ما هو إذا عندك doesn't بتحذفها وبتخلي الفعل ينتهي بS إذا عندك didn't بتحذفها didn't زائد مجرد ليش محتوط ING didn't وفعل مجرد بسير فيرب 2 isn't is aren't are واي نفي برجع موجب اي نفي برجع موجب إذا don't بحذفها doesn't بحذفها didn't بحذفها في حالة don't بسير فيرب 1 في حالة doesn't فيرب as في حالة didn't فيرب 2 تعالوا نتطلع أنا وياكم أنلس رانيا هي عندي doesn't study بشطب doesn't وبتصير studies طبعا ما في أنتوا تقعدوا تكتبوا وضع دائرة أصلا بس بتحذف دائرة على الفعل بنتهي بس أنلس رانيا studies she will fail والنفي فقط يحذف في شق الأنلس كمان مثال if it if it doesn't work I will change it change it change it doesn't work راحة doesn't وبنرجعها موجبة works I will change it بالله نأخذ رأيكو لإكو بتهمونا سهلة أم صعبة سهلة أم صعبة في التعليقات سهلة أم صعبة سهلة أم صعبة لا صعوبة في أي قاعدة من قواعد الفصل الأول الفصل الثاني قصدي آسف شوف نعم أستاذ كمان مثال ما فهمنا حاضر كمان مثال ما فهمنا حاضر if you didn't speak I would be angry شكل الصوت عند طلاب التفاعلي مجزابط نتأكد بالله بس نتأكد if هاي unless بسجل على البطاقة هاي A انظر مين أخذ مكان الانلس الif you عنا didn't علمتك قبل شوي بحذفها بخلي هذا فيرتو unless you spoke I would be angry نعم في عنا كمان حالة صغيرة أو في عنا كمان حالة صغيرة إذا ما جاب ليش نفي إذا جال لي if روان comes I will leave هاي صعب كتير 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 إيش جايب لي نفي بالجملة الأولى بكون النفي أنا بحطه بالجملة الثانية بتصير unless روان comes اسمع إذا روان إجت أنا بغادر إذا لم أيوا ركز إذا روان إجت أنا راح أروح بدي أعيد صياخت الجملة بدي أعيد صياخت الجملة unless روان comes إذا لم تأتي روان لن أغادر I بحط أنا النفي want leave ما ضل ولا فكرة لحط ad Allah أغدخ كثير من المل�� بذكر النفي بالجملة الأولى وصل الله وبارك إذا ما جبليش نفي بالجملة الأولى أنا بضطر أحط نفي بالجملة الثانية إف يلا كمان مثالين إف سامي إف سامي إزينت هير آي ويو توك وهي أنلس هاي الإف أخذت مكان مين مكان الأنلس هل إيجاني نفي بالجملة الأولى نعم بفكه بفكه أنلس سامي إز هير أنلس سامي إز هير فاصلة وبكمل الجملة زي ما هي آي إذا جاب لي نفي في الجملة الأولى بفكه إذا ما جبليش نفي في الجملة الأولى أنا بإيدي بحطه بالثاني تعال شوف تعال شوف تعال تفرج إف سامي إز هير 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 آي ويل توك ما جبت الكاش نفي وجبتلك أنلس إنت بدك تحط نفي في الأسفل إف سامي إز هير آي ويل توك أنلس سامي إز هير آي إيش إنتو حلوها آي إيش خنشوف على التعليقات إيش الحل رح يطلع معكو شو الحل يا طلاب شو بتتوقع الحل شو الله أكبر الله أكبر ما أشترهم الله أكبر ما أحسنهم الله أكبر ما أجواهم شفت ما أجوا هالطلاب هم اللي حطوا النافي بس فقط فقط هل من الممكن يجيبها بالعكس الأنلس آه من الممكن يقول لك أنلس شي بليز I will be sad وبلشت إلا الوزارة بإف طبعا بكونوا حطي لك الخيارات وأسهل وي 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 هون العكس أنلس محل إف راحت شي نزلت إذا لم تلعب سوف أزعل إذا ما لعبك سوف أزعل نحن طيب أستاذ بدنا سؤال ضع دائرة متوقع في امتحان الوزارة يبشر يام اف هنري خيار الأول خيار الثاني خيار الثالث إنتهي لن أموت 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 شو رأيكو الجواب الصحيح شو رأيكو الجواب الصحيح لم يخطئ إلا اثنان اثنين بس الغلط صاروا ثلاثة الغلط والمعظم عم بيحل صح المعظم عم بيحل صح نعم الكل تسعة وتسعين بالمية حلها صح الجواب سي الجواب سي حبيب اللي هي مين هنري لإني رساعة بسرخ وبقول لك ياللي قلت ايه ياللي قلت ايه أما أنا قلت لك الاف بتأخذ مكان انه في جاك يا ابن الناس فكوا خلاص ديدنت ايه علمتكو ارجع عالكو الراسة ديدنت زائد فعل مجرد بتسير فير بتوم وماليش بهاذ ما إلي خلاص ليش تنفي ما إلي إلا بس بنبي واحد بس تنزل مسجلة على الكرت راجعها لم يتبقى أي شيء الآن صح أخذنا كل أفكارها أخذنا كل أفكارها أخذنا الآن فكرة الأنلس أخذنا فكرة الأنلس ري رايد ذا ثيرت كونديشنال باعت بكرة ضل عنا الآن الفكرة الثانية الـ giving advice وبكرة الختام بكرة ختام القاعدة تماماً انتهي ثلاث أجزاء الآن الفكرة الثانية اللي هي giving advice إعطاء نصيحة وكلمة advice هذه فعل وكلمة advice هذه اسم كيف أستاذ بدنا نحلها وكيف سؤالها بالوزارة وبلا بلا بلا بلي 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 أولاً يحفظ الطالب الصور ما هي الصور التي يحفظها الطالب رقم واحد لازم زي اسمك تحفظ أنه صورة النصيحة الأولى دائماً if I wear you I would if I wear you I would هاي واحد اثنين صورة النصيحة الثانية you could ولازم ييجي بعديها مجرد you could ولازم ييجي بعديها مجرد I would ولازم ييجي بعديها مجرد why don't you لازم ييجي بعديها مجرد ولازم تنتهيب علامة سؤال how about لازم ييجي بعديها ING وتنتهيب علامة سؤال كيف السؤال الوزاري هايو حرفي هايو حرفي تعال نتطلع before you find a full-time job consider doing voluntary work شو عندي علامة سؤال إذن الحل بما إنه علامة سؤال مش هدول فيش إش بنته بعلامة سؤال إلا هدول اللي هي why don't you مجرد و how about ING تعال نشوف هنا before you find a full-time job شو يجي يا ولد شو يجي يا بني مجرد إذن الحل why don't you why don't you بجيك هيك دائر ضع دائرة طبعا وأنا لإني لقيت علامة سؤال ولقيت فعل مجرد فالحل why don't you الصورة الثانية فراغ إيش I would شو الإش الوحيد اللي فيه فراغ و I would ما تقول إيش I would هاي مجياش قبلها فراغ هيها I would هيها if I wear you I would اللي ما بكون حافظ صور النصيحة ما رح يقدر يجاوب بدي إياكوا تجاوبوا أنا الجواب if I wear you I would البعد as you have a geology degree فاصلي do a course in land surviving and become a survivor جميل جماعة الخير ما عندي علامة سؤال إذن ما عندي علامة سؤال إذن هذولا ما رح أختارهم ما عندي علامة سؤال ما رح أختارهم شو صفى عندي الخيارات إذا أنا استخدمت why don't you وأنا استخدمت if I wear you I would فالإشي الوحيد اللي ظل عندي مير يعني ما عندي إلا you could نكرر حرفياً دون تغيير ولا كلمة يخص نص هذا الموضوع في امتحان الوزارة ضل عندنا صياغ نصيحة غير هيا يا أستاذ بس خلينا نتأكد الطلاب استوعبت ولا ما استوعبت ما رأيكم هل هذه صعبة هل هذه صعبة كنت ناسي الشات يعني غبت عن الشات نتفة صغيرة لقيت عون باعت شو لا لا عن شو لقيت باعت اميلو على الانستاذ الله ليوة اترزلك الله ليوة يعني مضغوطين طلاب التوجيه يا أخوان مضغوطين طلاب التوجيه يا حرام أي شي بالهي شفت لو حيطة بيضة عليها دهان تلهيه طيب نرجع وصلت يا طلابي يعني خلص مجرد محفظ نصيخة النصيحة نفللها إن فهمت مفهوم 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 وبالله يا حبيبي لما تنزل لما تنزل على بطاقتك شوي شوي برواغ احذرها تكون امورك طيبة طيب بدنا نعيدها لا الطلاب بدهم يا نعيدها فبدنا نعيدها كمان مرة نستوعد بلله نستوعد ما في مجال ننعيدها هناك خمس صياغ أولى للنصيحة لازم الطالب يحفظها الصورة الأولى if I where you I would وبيجي بعديها مجرد هيا الصورة الثانية you could وبيجي بعديها مجرد الصورة الثالثة I would وبيجي بعديها مجرد الصورة الرابعة why don't you وبيجي بعديها مجرد وعلامة سؤال الصورة الأخيرة how about وبيجي بعديها I and G وعلامة سؤال التمرين الأول بنكتاب حطط لي ثلاث شغلات you could if I wear you why don't you بنيجي على المثال الأول المثال الأول مدام فيه علامة سؤال إيش الوحيد اللي فيها علامة سؤال بس why don't you بحض دائرة عليها الثانية حطط لي بعد الفراغ I would إيش الوحيدة منهم اللي بيجي بعديها I would اللي هي if I where you I would والأخيرة ما ظلش عندي غير you could بس يلا نروح البعده بس نتطمر على الطلاب بدنا نروح اللي بعده بس نتطمر على الطلاب بسؤال لو قالت لك الوزارة how about your mind change 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 فكر how about how about your mind change هل الجواب change ولا changing ولا changes شو رأيكم يا زغالي للغة الإنجليزية شو رأيكم الجواب الصح الله الله جميل جميل B اللي بقول C بق بسحبه من الشاشة واللي بقول A بسحبه من الشاشة الجواب B فقط الجواب B مجنون انت مجنون والله إذا بتغلط فيها لتبرى منك قدام أمة الله والله إذا تبرى منك قدام أمة الله يابا إذا بتغلط فيها انت ويا ولاك مالك شو هذا؟ نسي وهو معي يا الله نسي وهو معي هاي ها ولاك مالك ها وباوت شو ميجي بعدها دائما ING شو هذا؟ سطى لانا؟ اوه سطى لانا 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 مالك؟ نعم الجواب احسنتم ING يس تشينجينج صور واضحة جدا وأخيرا اليوم بدي عطي واجب ضل لانا تمرين ضل لانا تمرين أولا دي علامة سؤال معناها ما فيني بنوم اختار طبعا بتكون قدامك ضعدائرة بس انا قاعد بحل معك الكتاب الان بكون محطوط قدامك كلمتين الاولى ها واباوت اللي بيجي بعديها دايما ING وعلامة سؤال اللي بيجي بعديها مجرد وهولا يا جماعة بما انو يجي عندي مجرد وعلامة سؤال فالحل ماذا؟ لماذا لا تستطيع انجليش في المجرد بعدو أريد أن أتعلم كلمة لكنهم لا تستطيعها في المجرد شو عندك؟ يو والوحيدة بس اللي فيها يو من حالات إعطاء النصيحة الوحيدة اللي فيها يو انت لازم تكون مبصم على أبوها اللي هي يو كود يو كود دو شاينيز كورس أونلاين هاي يعني من غير شرح يعني أنا كتب لك I would والله بدي أسألكم شو رأيكم الحل؟ إيش بيجي قبل I would يجي معه؟ ماذا يأتي قبل الود؟ ماذا يأتي قبل الود يا رمس؟ ماذا يأتي قبل الود؟ ما رأيكم؟ طبعا if I would يا سلام الحمد لله هاي هم عدلوا الوضع طبعا أحسنت يا أحسنت يا أحسنت أحسنت طبعا أحسنت أحسنت أحسنتم أحسنتم كل إنسان وإنسان مشتهد قال if I were you I would وده مش راح إنك توسي خيدك وتكتبه ضع دايا راشد خلاص برافو آخر تمرين في الكتاب آخر تمرين في الكتاب على giving advice اللي والله العظيم إن شاء الله طبعا الواحد لازم يقول دايما ما إجت السنة الماضية هاي قدام كلكو جاي هاي السنة توزيع امتحان معياري هذا التمرين شو السر تاعه شو السيكرت تاعه إنه هنالك جمل لازم حذفها إن وجدت في عند جمل لازم أحذفها لما بلكيها ومن هذه الجمل اللي لازم شو بدك أستحي منك وقل لك ما بدك تحفظها لا حبيبي بدك تحفظها لأنه ما في عنا في الأردن بريطاني يعني أنتم لستم بريطانيون أول إشي أنا إذا شفت شد رقم واحد لازم تحفظ تحذف عندما ترى يشد رقم اثنين هيني حاط لك خط تحتيها إثاني إثاني يو أوتو ويو شودنت ويو شود هذه الصور وجب على الطالب والطالبة أن يكون حافظها زي اسم الموابو عندما يراها الطالب وجب عليه حذفها طبعا حصة مبارح اللي صورنا لكم إياها نازلة على البطاقة وهي هلأ كمان بتنزل على البطاقة وبكرة بضل آخر جزء من اختتام الفيكلوزز التي أصر على أن علامتها مضمونة يو شود حذف الت إت وود بي أجو داية فور يو تو حذف الت يو أو تو حذف الت يو شودنت حذف الت يو شود حذف الت وبدي أعوض مجرد ما أنت كطالب شفت يو شود دايما تكتب محلها إِفْ أَيْ وَيْرْ يُوْ أَيْ وَدْ تحط دائرة طبعاً مجرد ما شفت دايما في الوزارة إِتْ وَدْ بِيْ أَيْدِيَا فُورْ يُوْ تُوْ دَايماً بده يكون جوابك يو كود بتكمل الجملة ومجرد ما شفت دايما يو أو تو بنزل محلها واي دونت يو وبكمل الجملة إذا ما كان في جوابك علامة سؤال فبدي أدربك يا ولدي ويا بنتي بالإعكال عطول طيب إذا شفنا يو شودنت مننزل إِفْ إِوْ أَيْ وَيْرْ يُوْ أَيْ وَدْنْتْ لوك تو كاجول أخيراً يو شود نفس الشي ما بتختلف يو شود إلها حلين صح إذا الطالب قال إذا الطالب قال إِوْ إِوْ أَيْ وَيُوْ أَيْ وَدْ افعل الكثير من التجربة يأخذ العلامة الكاملة يأخذ العلامة